تضرر النفط في اليمن جراء الأحداث الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث جمدت شركات النفط العالمية أنشطتها النفطية بسبب فقدان المحافظات النفطية للحماية الأمنية الكافية وهو ما حد بالحكومة إلى العمل على تفعيل نشاط قطاع النفط وتكثيف الترتيبات الأمنية فيه لم تكن الحرب وحدها من تسببت بإلحاق الضرر في قطاع النفط بل أيضا شبكات الفساد وتغلغ لولوبي الانقلاب داخل أجهزة الشركات النفطة ما جعل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر يحذر بوضوح كافة الشركات المنتجة للنفط في المناطق المحررة من أي تعامل النفطي مع الانقلابيين في صنعاء جاء هذا التحذير خلال لقاء عقده رئيس الوزراء بعدا مع القيادات العسكرية بمحافظة شبوة بهدف الاطلاع على استكمال الترتيبات الأمنية التي تجري لإعادة تشغيل حقول النفط والغاز التركيز الرسمي على الترتيبات الأمنية تزامن مع السناف شركة OMV النمساوية نشاطها لإنتاج النفط بشبوة في الوقت الذي أكد فيه محافظ شبوة علي بن راشد اهتمام السلطة المحلية بالبرامج الاستثمارية النفطية بما يدعم التنمية المحلية كانت الحكومة قد أعلنت بداية العام الجاري عن جاهزيتها لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للسناف النفط في مأرب وحضر موت وشبوة تحديات معقدة أمام شرعية تعيق تثعيل الإنتاج النفطي لكن أهمها وأخطرها منع التعاملات النفطية مع الإنقلاب وتوفير بيئة آمنة لحماية منشآت وأنابب النفط لضمان جذب استثمار شركات النفط العالمية